بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو رئيس الوزراء وستاذ مصطفى القاسم اصحاب جلاله والفخام وستمو والمعالي شكرا لكم امدتو ان اعلم وان سعادتي لمشاركتي اليوم في مؤتمر دعم العراق في بغداد نيابة عن الجمهورية الاسلامية الايرانية وفخامة السيد الرئيس الدكتور رئيسي رئيس الجمهورية فهذا المؤتمر بمشاركة دول المنطقة يؤكد على مسائي وجهود جمهورية الاراق في توفير مجالات التعاظن والتعاتي بين دول المنطقة واعتمنى في ذل هذه الاجتماعات ان نتوسل الى منطقة اامرة ومتنامية وهرة ايها الهدور الكرام ان الاراق يلعب اليوم دورا حاما بفعل الجهود والروى البناءة في المنطقة فالجمهورية الاسلامية الايرانية كانت من اول دول المنطقة التي اعترفت بالاراق الجديد واملت من خلال دعم السياقات وامليات السياسية في هذه البلاد على تدوير انواع التبادل السياسي والاقتصادي والتجاري معها ان الاراق الجديد المتحرر من الارحاب في الحال الحاذر بحاجة الى اعادة الاعمار وتدئيم الامور المحلية وكذا تنمية علاقات التعاظن في المنطقة لذلك فان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدأم امن واستقلال ووحدة ارازي الاراق وازته وقطرته ورفع مكانته الاقليمية والدولية تعلن استعدادها لتنمية اوجه التعاون الثنائي والاقليمي لقد وصل انواع التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية الايراق على مدى السنوات الماضية الى اكثر من 300 مليار دولار و توفر ثمان ممرات عبور رسمية و نشط بين البلدين و استمرار شد تا انواع التبادل التجاري عبر هذه الممرات رقم تفشیف فيروس كورونا تؤبر عن الترابط المتجزر الاقتصادي بين البلدين وقد صاهمت ايران عبر تسدير الخدمات الفنية والهندسية والقاز والكهربا بشكل ملحوظ وباهر في تنمية الالاقات الاقتصادية و التجارية مع الاراق ايها الحضور الكرام ان نشوع الدائش كانت من جملة اهم المخاطر التي تعرضت اليها المنطقة مما تركت خسائر لا تعوز وما الاسف تزرر الاراق كثيرا بفعل ظهور الجماعات الارهابية فإن لم تكن الارادة الشعبية الاراقية ودعم المرجعية الرشيدة وتقارب أبناء المجتمع ومختلف شرائع الشعب الاراقي متاحة لم يكن يعرف ماذا كان سيحلل بالاراق وبلدان المنطقة وإلى أي مدى تتعرز المنطقة والعالم إلى التحديدات المباشرة من قبل التیارات الارهابية إن جمهورية الإسلامية سارعت لمد يد العون إلى الاراق الشقيق والصديق على مسار مكافحة الارهاب ولم تدخر جهداً في هذا السبيل كما أن الشعب الاراقي والأحزاب ومختلف الفئات والتیارات والمؤسسات الاراقية وإذن الحكومة الاراقية قدموا آلاف الشهداء على طريق الاستقلال ومكافحة الارهاب ورق ذلك ارتكبت الحكومة الأمریکية جريمتاً كبراً بإختيال الشهدين المكافحين لجبهة الإلحاب التكفيري وهما الشهدين القاهدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس رحمت الله عليه على هذا فإن الأمریکيين لا يجلب السلام والأمن لشعوب المنطقة فحسب إنما كانوا الآمل الرئيس للإنفلاط الأمن واللاأمن حيث يمكن رؤيته وإستشعار هذا الموضوع في كثير من دول المنطقة بكل جلال و هنا أرغب أن أشدد على دور ودعم دول المنطقة لإستقرار وإمن الإراق و أخص بذكر تحقیق الآمن بمشاركة كافة الدول الجارة للإراق بما فيها الجمهورية العربية السورية الشقيقة والصديقة أيها المشاركون الأعضاء إن مسير وحكومات وشعوب المنطقة على زوء الوشائج الدينية والثقافية والتقليدية والجغرافية والتاريخية المشتركة مرتبطتون ببعضها البعف فالجمهورية الإسلامية كانت ولا زالت تؤكد على تحقیق السلام دوماً عبر الحبار والتباحث الداخلية الإقليمي و تتمنى أن تصل دول المنطقة إلى قناة مشتركة على إن الأمد لا يستطبو إلا أبر الثقه المتبادلة بين الدول المنطقة بعضها بعضاً والاعتماد على القدرات الوطنية والتعزيز الاتصالات وحسن الجوار بین بلدان المنطقة وأدم تدخل الدول الأجنبية فيها فهذه القناة المشتركة يمكن أن تمحد المجال للكثير من علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بالمنطقة وان تزمن في ظل الأمن المشترك والمستدام ومن خلال الاستعانة بالموارد الالهية أجواء الرقی والتنمية الشاملة لبلدان المنطقة إن المنطقة تمتلك جميع المؤشرات الدينية والثقافية والحذارية والطاقات المادية والمعنوية للتعاون والتقارب الإقليمي ولكن ما الأسف بفعل مظاهر التدخل الأجنبية وحيمنة الأفكار المتتمحور حول الأمن إلى مشاكل عديدة ومنها الحرب وعدم الاستقرار والتوتر الأمني فما نحتاجه اليوم وأكثر من أي وقت مزا هو الوصول إلى الأمن الإقليمي المستدام الأمن الإقليمي المستدام به مشاركة دول المنطقة إذ إن تحقیقه رحنن بإنفاق الموارد الاقتصادية للوصول إلى التحالف من أجل السلام والتنمية نحن نعتبر التدخل الأجنب في الترتيبات الأمنية في المنطقة غير بناءة ونؤكد على الدور المحوري لأهل المنطقة في الحبارات الإقليمية إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت دعمها ومساعدتها للإراق حكومة وشعبا وكذلك ما يتعلق بقراراتها الخاصة بشأنها المحلي ومنها خروج القوات الأسكرية والأجنبية وإقامة الانتخابات المبكرة وترحب ثانية بالدور البناء لهذه البلاد في إشاءة ثقافة الحبار وعلاقات التعاون الإقليمي وتعتبروا بأن أوجه التعاون الإقليمي فيما بين دولها هيا ركيزة بنا السلام وإستقرار والإستقرال في هذا المسار لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال التأكيد على الدور الحام لبلدان المنطقة أعلنت استعدادها لدفع هذه الأهداف والقايات إلى الأمام وفي الخطام كما يسرني هاهنا من بقداد وفي بداية الحكومة الجديدة في إيران نعكد على أن إيران تنتهج في سياستها الخارجية في ظل حكومة الجديدة سياسة متوازنة وفائلة ووائية تعتمد أولویاتها على تنمية العلاقات مع جيرانها والإقليم وتشده بدفع عيد جيرانها مرة ثانية أتقدم بالشكر الجزيل للحكومة العراقية لإستضافة هذه المؤتمر متمنياً كل النجاح والرفأة للحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته